في بداية الحلقة النهاردة بدايما بنتكلم عن الرياضة وبنتكلم عن الألعاب الصلاة والألعاب الفردية داخل النادي الأهلي لكن لاحظنا حاجة مهمة جدا بجانب التطوير الكبير في الرياضة المصرية فيه شيء مهم بيحصل في الأيام دي بالذات رؤساء الاتحادات الدولية اللي بتوصل مصر رؤساء الاتحادات الدولية اللي بتوصل مصر وتعمل لقاءات كتيرة وتعمل لقاءات مع مسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس الوزراء أو الوزير الدكتور أشرف صبحي أكيد ده برضو جزء مهم جدا في تطوير الرياضة ليه لازم مصر تكون في قلب الأحداث هي مش رياضية فقط لكن عندنا بنية أساسية وتحتية وعندنا كمان يعني كاسات العالم أو بطولات كثيرة جدا بتيجي مصر لكن كمان مؤتمرات بتحصل في مصر أو مجالس إدارة بتعقد جلستها في مصر للاتحادات الدولية ده شيء مهم جدا شيء مهم لأن دي منظومة متكاملة مش منظومة بطولات بس أو منظومة مؤتمرات بس ولا منظومة بنية أساسية أو تحتية بس بل بالعكس هي منظومة متكاملة الأيام اللي فاتت شهدت لقاءات كثيرة جدا من رؤساء الاتحادات الدولية في مصر مع مين؟ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري رئيس مجلس الوزراء المصري شهدت مع الدكتور حاسم مصطفى رئيس الاتحاد الدولي اللي وصل مصر هو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد رقم واحد علشان يعمل اجتماع هنا في مصر كل الناس جات من أنحاء العالم عشان تعمل اجتماع هنا في مصر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد وسانيا علشان يشوفوا مصر وصلت لإيه؟ في كاس العالم في صلاة كاس العالم في قلق ما فيش قلق الموضوع وصلنا الفين بيزوروا مصر دائماً كل شهرين في زيارات مستمرة لصلاة كاس العالم هم دائماً يشوفوا التطور عايزين يشوفوا التطور بيحصل فيه ايه؟ ومصر قادرة أكيد مصر قادرة ده كلام معالي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قال كده قال إن مصر قادرة على تنظيم أعلى البطولات في المقابلة مع الدكتور حسن مصطفى ومجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد قال إن مصري بتتخذ كل جهود الدولة المصرية محطوطة داخل لاستعادل بطولة كاس العالم عشرين واحد وعشرين وطالبنا هنا في برنامج ألعاب الصلاة إن يكون عشرين عشرين هي عام كرة اليد المصري أو العالمي لإن محفل كبير جداً في دخول اتنين وتلاتين أو وجود اتنين وتلاتين دولة في أول مرة في تاريخ بطولات العالم يكونوا متواجدين داخل مصر أكيد ده شيء مهم جداً الاتحاد الدولي بيسن تصنيب هذه البطولة لمصر أكيد عارف قدر مصر ومقدار مصر في العالم وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع على ساعدته بالاستضافة وأكد إن مصر إن شاء الله وضعت كل طاقاتها يعني عشان تقدر تخرج البطولة بالمظهر المشرف الدكتور أشرف صبحي من جانبه وزير الشباب برياضة استحب الدكتور حسن مصطفى ومجلس إدارة الاتحاد الدولي لزيارة الصلاة وبدأوا بصالة ستة أكتوبر صالة ستة أكتوبر ده صراحي كبير جداً بيحصل على الأرض ستة أكتوبر الإنجاز كبير قبل كده عرضناه لكن مستمرين في عرض إنجازات هذه المنظومة الكبيرة الرائعة بصراحة الصلاة دي الكلام اللي تقال أو الكلام اللي إحنا لازم نكون عارفينه إن الصلاة دي ستسمى باسم الدكتور حسن مصطفى المصري رئيس الاتحاد الدولي لجهوده الكثيرة داخل مصر وخارج مصر على الإطار الدولي إن الصلاة دي تكون باسم الدكتور حسن مصطفى ده شرف أكيد لنا كبير جداً وكمان عملوا على هامش اللقاءات اجتماع مهم جداً بخصوص البس البس ده حاجة شيء مهم جداً بجانب تطوير الصلاة الدكتور قاشر حسن مصطفى عمل اجتماع مهم جداً مع ممثل الشركة الرعية من الاتحاد الدولي واتحاد الإزاعة والتلفزيون ومجلس إدارة إتحاد المصري لكورة اليد وكمان مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكورة اليد بخصوص بس المباريات اللي كلنا في حقوق وبس وعربات بتنقل في الآخر اتفقوا على وجود ستة سيارات بس حديثة بنظام الفوركية الشيء مهم جداً مصري بتتطور سريعاً جداً مع الأحداث الأربع عربيات هيكون متواجدين داخل الحدث عشان ينقلوا للعالم ده مظهر مصر قدام العالم وأكيد مظهر مصر ده أهم شيء عندنا كلنا فده شيء مهم جداً إن كلنا بندور على هذه الأحداث بجانب كل ده كورة اليد مع الدكتور حسن مصطفى لا كمان الخماسي الحديث الدكتور أشرف صبحي بيستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كلاوس شيربان كمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي قال إن مصر بتنظم أو نظمت بطولة كاس العالم حاجة فقر جميل فقر حاجة رائعة جداً وقال إنه هو مصري قادرة دائماً وقابل على تنظيم المحافر الدولية وهو بيسعد إن هو بيكون موجود في مصر في خلال هذه البطولات أكيد رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث المهندس شريف العليان سعيد لأنه هو رئيس الاتحاد المصري اللي بينظم بطولة العالم المتواجدة في مصر ولسه خلصانة مبارح تقريباً وكان الأمور كلها كويسة وقدر ولادنا كمان يكسبوا مدنيات مهمة جداً داخل بطولات العالم ترجمة نانسي قنقر